أنا بس أعزي على حاجة عشان أحدتك سألت عليها هو المعركة مش معركة فخر الدين ولا المستهدف الوزير المحترم الإماراتي لا هو المستهدف الإمارات كدولة متحالفة مع مصر والمبناء العربية السعودية ولذلك هو إصطاد هذه التغريدة على أساس أن يعمل كل القصة دي ويدخل السياسة في التاريخ طيب إحنا الأثار اللي نهبت وإحنا زعلانين على الأثار اللي نهبت طيب ما هو أعتبروها حق مكتسب يعني بغض النظر عن ظروف سياسية الخاصة ب1915 و16 وحالة العامية الأولى طيب ما هم كانوا فرضين الجزية على مصر وعلى غيرها من الولايات وكنا ندفع 146 ألف جنيه تركي سنويا وهذا الرقم بمقيس العصر رقم مهول جدا يعني أنا والله لو من رئيس الوزر الحالي ليرفع قضية على دورة على تركيا طيب ما أنت بتقول دول أجدادك طيب أجدادك بقى نهبونا وكانوا بينظرونا لمصر على أنها بقرة حلوب يعني وحتى بقرة حلوب لا تغزة يعني بقرة حلوب بتستنزف فهاتونا بقى 146 ألف جنيه تركي بجعونا بقى الفلوس دي الأمر الثاني عايز بردو حضرتك استفزتني بكلمة لطيفة أوي هو أنتم افتكرتم أنتم مسلمين وافتكرتم أننا مسلمين سنة وعايزين تدخلون الحرب معكم ووصل الأمر إلى التهديد والزبح والقتل والتتريك في بلاد الشام عشان كده على فكرة يمكن ده يفسر أنه ظاهرة القومية العربية ظاهرة مبكرا في بلاد الشام إنهما لما فشل حكاية الحكم المركزي عايزين بيموتهم كانت صحبة تموت بالنسبة لهم